موسيقى السلام عليكم نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين شورى ثوار بنغازي يعلن مقتل أحد عناصر قوات حفتر بعد قنصه في محور الحي الجامعي وطيران الكرامة يقصف محوري الليثي والصابري محل سيرت يقول إن طائرة استطلاع يرجح أن تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي تحلق فوق منطقتين السبع والظهير ويؤكد أن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بحشب قواته في المدينة الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني بمائة مليون يورو لتقديم الخدمات للشعب ورنزي يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لليبيا قبل تحولها إلى حالة طارئة أهلا بكم أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي مقتل أحد عناصر قوات حفتر بعد قنصه اليوم في محور الحي الجامعي موضحا أن قوات الكتيبة 204 دبابات الموالية لعملية الكرامة قصفت يوم أمس معسكر السابع عشر من فبراير بقذائف الهون وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اشتباكات خفيفة جرت بمحور الهواري يوم أمس لافتا إلى أنه لا وجود لأي تقدم من أي طرف في جميع المحاور وأضاف المصدر أن معظم محاور المدينة تشهد هدوءا حذرا منوها إلى أن قوات الشورى ما تزال تحافظ على أغلب تمركزاتها في محور السابع عشر من فبراير وسيدي فرج من جهته قال الناطق باسم القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة ناصر الحاسي إن طائراتهم استهدفت مواقع لمجلس شورى ثوار بنغازي اليوم وأوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم قصفت محوري الليث والصابر لافتا إلى أنهم قاموا بشن أربع غارات جوية حسب قوله هذا وأفاد مصدر من شورى ثوار بنغازي أن الغارات لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو مادية وفق تعبيره في بنغازي أيضا أكدت الشركة العامة للكهرباء خروج ثلاث وحدات كهربائية عن العمل منها الوحدة الأولى والوحدة البخارية نتيجة سقوط بعض القذائف العشوائية على محطة شمال بنغازي وهو ما أدى إلى فقدان حوالي أربعمائة مدوات وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية أن المحطة قصفت بأكثر من عشر قذائف مدفعية قصفت بها الأمر الذي تسبب في خروج عدد من وحدات الإنتاج بها منوهة إلى أنها لجأت إلى عملية طرح الأحمال على الشبكة الشرقية بحسب المتاح لديها ودانت الشركة العامة للكهرباء هذه الحادثة لفتة إلى أن محطة الشمال تعد من المرافق الحيوية بالمدينة وافقت حكومة الأزمة على تخصيص مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار لغرض سداد مستحقات عقد تشغيل وصيانة مركز بنغازي الطب وأوضحت الحكومة في قرارها أن المبلغ سيخصم من مخصصات المركز بالباب الثالث للميزانية العامة منوهة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لاستفاء متطلبات الصرف أجدر بالذكر أن المخازنة الطبية بالمركز تعاني من عدة مشاكل منها طرق التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية فضلا عن نقص الكثير من المعدات والمستلزمات الطبية قامت الجالية الليبية بإستراليا بإرسال معونة طبية إلى مركز بنغازي الطبي يوم أمس الخميس وأوضح المركز على صفحته الرسمية أن الجالية أرسلت معدات طبية لقسم العمليات وباقي الأقسام الطبية والطوارئ والتي تعاني عجزا في بعض المستلزمات حسب المركز هذا وأضاف مركز بنغازي الطبي أنه جرى التنسيق مع مديرة الصيدلية ومخازن الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى لإرسال الشحنة الطبية منوها إلى أن الوضع الصحي بالمدينة متأزم أفاد الناطق باسم القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة ناصر الحاسي بقيام طائرة حربية تابعة لهم باستهداف موقع في الحياة الصناعي بجدابيا صباح اليوم وأوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الموقع المستهدف هو مخزن للذخيرة تابع لأنصار الشريعة حسب قوله مشيرا إلى أن هذه الغارة هي الثالثة لسلاح الجو التابع لعملية الكرامة على مواقع بمدينة جدابيا خلال الساعة الثمان والأربعين الماضية في سياق متصل أكد مصدر أمني من مدينة جدابيا فضل عدم الكشف عن هويته أن الطيران الحربية تابعة لعملية الكرامة استهدف صباح اليوم مزرعة تعود لأحد المواطنين دون وقوع أي خسائر بشرية وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف أدى إلى تدمير عدد من البيوت قيد الإنشاء داخل المزرعة مشددا على أن الحياة في جدابيا تسير بشكل طبيعي رغم حالة التوتر التي تعيشها المدينة حسب وصفه قال رئيس المجلس المحلي سرط عبدالفتاح السيوي أن طائرة استطلاع يرجح أن تكون تابعة لحلف شمال الأطلس ما زالت تحلق في سماء المدينة وتحديدا فوق منطقتين السبعة والظهر وأضاف السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بحشد قواته بعد الغارة التي نفذها طيران مجهول بمنطقة وادي بي والتي أدت إلى مقتل أحد عناصر التنظيم مشيرا إلى أن تفجير مسلاتة كان بمثابة ردة فعل على الغارة وأوضح السيوي أن الوضع الإنساني داخل مدينة سرط لا يزال مترديا نظرا لنقص المواد الغذائية والوقود وانعدام سيولة داخل المصارف واستمرار حركة نزوح العائلات خارج المدينة قال المتحدث باسم غرفة رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام مجدي بوهنة إن ما وصفها بمجموعات مسلحة خارجة عن القانون قامت مباشرة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين التبو والطوارج بإطلاق النار في المدينة في محاولة منها لخرق الهدنة الموقع عليها وأضاف بوهنة أن تجدد الاشتباكات من حين لآخر جعل المدينة تعيش حالة من الترقب والحذر الشديد في انتظار تفعيل الهدنة فعليا من جهة أخرى أكد بوهنة أن الأوضاع الإنسانية في المدينة في تأزم ملحوظ بسبب تواصل إغلاق الطريق الرابط بين سبها ووباري هذا وقد رحب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين قبلتين تبو والطوارج في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمدينة الدوحة القطرية وأعرب العربي عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إحراز التقدم المنشود في مسار الحوار السياسي الشامل بين مختلف الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأكد أمين عام جامعة دول العربية دعم الجامعة للمساعي المبذولة للوصول إلى توافق وطري في ليبيا يضمن استعادة السلام والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها قتل اليوم مواطن من مدينة الكفرة على طريق الكفرة جالو وقال مدير جياز الإسعاف بالكفرة إبراهيم بلحسن لقناة ليبيا لكل الأحرار إن مجموعات مسلحة حسب وصفه هي من قامت بقتل المواطن مشيرا إلى أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى المدينة المركزي من جهة أخرى أكد بلحسن أن الأوضاع الأمنية في الكفرة مستقرة بشكل عام مع وجود بعض الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى بسبب هجمات تقوم بها ما وصفها بالمجموعات المسلحة أكد البيان الختام لملتقى الحوار الليبي الثاني في غريان أكد على ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختصاصاتها الواردة بقرار مجلس الأمن الدولي والمقتصرة على المشورة الفنية والتقنية دون المساس بالسيادة الليبية طالب البيان البعثة الأممية باتخاذ كل ما من شأنه وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لمن يهدد استقرار ليبيا دعيا الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات حيال ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان على الأراضي الليبية التي ترتكبها أطراف معلومة بحسب وصف البيان كما طالب البيان أمين عام الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن ما خرج من تسريبات صحفية تتعلق بالمبعوث السابق برنادين ليون والتي وضعته في دائرة الاتهام بعدم الحياد حسب وصف البيان هذا وقد تم تشكيل فريق قانوني يتابع كل مقررات البيان الختام قال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت إن اجتماعا عقد اليوم في تونس بين وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند والمبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر وفي تقريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر أوضح ميلت أن الاجتماع ناقش مساعدة بريطانيا من أجل إرساء السلام في ليبيا وفي ذات السياق أوضح كوبلر على صفحته على الموقع ذاته أنه التقى كذلك بوزير الخارجية الفرنسي لورانفا بيوس وقدم له الشكر على دعم فرنسا لإقرار الاتفاق السياسي الليبي في أسرع وقت قالت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني قالت إن الاتحاد مستعد لدعم حكومة الوفاق الوطني بمائة مليون يورو لتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي على وجه السرعة وأشارت موغريني في بيان لها إلى أن ليبيا ستواجه مزيدا من انعدام الأمن والاستقرار والتهديدات المتزايدة ممن وصفتهم بالجماعات الإرهابية وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في حال استمرار مماطلة في المحادثات وأكدت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لجهود المبعوث الأممي مارتين كوبلر لحشد الدعم اللازم حول حكومة الوفاق الوطني أكد رئيس الرزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن وجود ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يثير قلق المجتمع الدولي ويجب إعطاء الأولوية لليبيا لأنها قد تكون الحالة الطارئة القادمة على حد تعبيره وشدد رينزي خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي فرسوا أولاند بقصر الإيليزي بباريس على ضرورة أن تحظى ليبيا بالأولوية المطلقة مؤكدا دعمه لفرنسا في حربها على ما يعرف بتنظيم الدولة يشار إلى أن الرئيس الفرنسي دعا إلى تشكيل تحالف دولي موسع وموحد للقضاء على التنظيم في إطار الجهود العسكرية والدبلوماسية التي تقوم بها فرنسا بعد هجمات باريس توجه المؤتمر الوطني العام برسالة إلى المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجنرال باولوسيرا أكد له خلالها أنه سيحدد له موعدا قريبا مع الأجهزة المختصة التابعة للمؤتمر الوطني والحكومة الممبثقة عنه للتعرف عليها ومناقشة آليات تسهيل مهمة المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمنيا ولوجستيا هذا وأعرب المؤتمر الوطني العام في ختام رسالته عن حرصه على ترجمة أي اتفاق سياسي إلى واقع عملي في إطار الشرعية كما تضمنت الرسالة أيضا تذكيرا للمبعوث الأمم الجديد مارتين كوبلر بضرورة رد أمين عام الأمم المتحدة على التسريبات المتعلقة بالمبعوث الأممي السابق برنادين ليون أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والوزير الجزائري لشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل أكد ضرورة زيادة دعم التنسيق والتشاور بين دول الجوار حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى حل سياسي يكفل الحفاظ على وحدتها وسيادتها الداخلية وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن هذا اللقاء الذي جمع السبسي ومساهل اليوم في تونس بحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطرق إلى الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا قال وزير الخارجية تونسي الطيب البكوش أنه اتفق مع نظيره البريطاني فيليب هاموند على دعم الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا وفي مؤتمر مشترك مع هاموند الذي كان يؤدي زيارة إلى تونس أكد البكوش دعم مبادرة تطرحها كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أجل الحصول على الاتفاق السياسي على دعم الأغلبية على مستوى كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني من أجل تسهيل تكوين حكومة وحدة وطنية خلال أيام أو أسابيع من جهته قال وزير الخارجية البريطاني أنه بحث مع نظيره التونسي التحديات التي مصدرها ليبيا مؤكدا أن بريطانيا تعي هذه التهديدات التي تواجهها تونس وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه اتفق مع نظيره التونسي على أن الحل السياسي هو أمثل السبل للخروج بليبيا من الوضع الراهن وأكد الوزير البريطاني أن بلاده تعمل مع تونس من أجل حماية حدودها وكذلك من أجل التوصل إلى حل مستدام في ليبيا نشتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل منظمة شباب ليبيا الوطني بالبيضاء تقوم بإزالة القمامة والأنقاض التي شوهت جدران المدينة وتدعو لأن يكون الشباب يداً واحدة ضد التخريب والفوضى شورة واري بنغازي يعلن مقتل أحد عناصر قوات حفتر بعد قنصه في محور الحي الجامعي وطيران الكرامة يقصف محوري الليثي والصابري محل سيرت يقول أن طائرة استطلاع يرجح أن تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي تحلق فوق منطقتين سبع وظهير ويؤكد أن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بحشد قواته بالمدينة الاتحاد الأوروبي يعرف عن استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني بمائة مليون يورو لتقديم الخدمات للشعب الليبي ورينزي يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لليبيا قبل تحولها إلى حالة طارئة أهلا بكم من جديد قال كاتب الدولة التونسي المكلف بالأمن رفيق الشلي أن كل الهجمات الدامية التي حصلت في تونس هذا العام تم التخطيط لها في ليبيا ملمحا إلى إمكانية فرض تأشيرة الدخول على الليبيين وأوضح الشلي في تصريحات لإذاعة مزييك المحلية أن قيادات المجموعات الإرهابية توجد في ليبيا وأن منفذي هجوم باردو وسوسا ذهبوا إلى ليبيا حيث تلقوا تدريبا عسكريا وتكوينا عقائديا حسب وصفه وأشار إلى أن ليبيا باتت تمثل خطرا متزايدا وتونس أصبحت ملزمة باتخاذ قرارات جديدة منها مبدئيا غلق المعابر الحدودية إضافة إلى بحث إمكانية فرض التأشيرة على الليبيين أكد مدير مكتب المباحث العام بمعبر سجدير الحدود النقيب محمد مرضية أن المعبر يشهد حالة من الهدوء بعد قرار سلطات تونسية إغلاق حدودها البرية مع ليبيا وأضف مرضية أنه لا يوجد زحام حول بوابة الجوازات للليبيين العائدين من تونس مشيرا إلى أن إجراءات عودة الليبيين سواء كان في رحلة علاج أو سياحة تمت دون عراقيل نظم معهد تدريب الشرطة بصبراتة صباح اليوم الجمعة أول زيارة لأهالي تلاميذ الدفع الجديدة من جهاز الشرطة والتي تتلقى تدريباتها تدريبها المكثف منذ حوالي الشهر وأفاد بلاغ للمكتب الإعلامي بالمجلس المحلي صبراتة أنه جرى للطلاع على جانب من التدريبات التي تلقاها تلاميذ الشرطة خلال الفترة الماضية بحضور مدير الأمن وعميد بلدية صبراتة وعدد كبير من أهالي المتدربين حسب المكتب تدخل الزيارة في فتح باب المعهد أمام الأهالي للاطمئنان على أبنائهم وتفنيدا لما تردد من كون المعهد يستغله جماعات إرهابية في تدريبات عسكرية خارج نطاق الدولة تعمل منظمة شباب ليبيا الوطني بمدينة البيضاء بشكل دوري للمحافظة على جمالية المدينة حيث يقوم شباب المنظمة من وقت لآخر بإزالة الأنقاض والقمامة وطلاء جدران المدارس والمساجد جانب من نشاط منظمة شباب ليبيا الوطني نستعرضه في سياق هذا التقرير هم ليسوا عمال نظافة ولكن حبهم لليبيا جعلهم ينزلون إلى الشوارع لتنظيفها هم أعذاء منظمة شباب ليبيا الوطني بالبيضة التي تتطلع بمهامة الحفاظ على المدينة بهذه الروح المريحة يبدأ فوزي بالحسن رئيس المنظمة وهؤلاء الشباب يومهم بإزالة القمامة والأنقاض التي شوهت جدران هذه المدرسة لينتقلوا فيما بعد إلى أخرى هي مجموعة منظمة شباب ليبيا يقومون بطلاء عدة طلاء أي مكان توجد به كتيبة أو أشياء غير معبرة عن الحضارة ومنظر الجميل المدينة أيضا نظافة الشوارع وكذلك الاهتمام ببعض الشوارع الرئيسية والداخلية طلاء جدران المدارس بالكامل طلاء بعض المساجد جمعية شباب ليبيا الوطني بدأت بفكرة بسيطة أطلقها الشاب فوزي بالحسن رفقة اثنين آخرين من أبناء مدينة البيضة وهي اليوم تكبر شيئا فشيئا لإيمانها أولى بأهمية العمل التطوعي رسالة أرادها أن تكون مضمونة الوصول إلى كل شباب ليبيا ليكونوا يدا واحدة ضد التخريب والفوضى وضع الحالي الذي نقول عليه وضع ليبيا الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمنطقة الشرقية جميعا الحمد لله رب العالمين الأمن والأمان وإن شاء الله ربي عم على بلادنا الخير نحن رسالة نوجهها من خلال هذه المقابلة إلى كل شباب ليبيا أن يتكاثفوا أن يكون يد واحدة هؤلاء الشباب الذين عرضوا خدماتهم على مسؤول المدارس والأماكن العامة بالمدينة لاقوا ترحيبا من عدة أطراف خاصة منها المجلس البلدي وعدد من المواطنين الذين ساهموا كل من موقعه في إنجاح هذا العمل وهم اليوم يطمحون إلى أن يطال نشاطهم جميع المدن الليبية هم أخوتنا وأصحابنا وأصدقائنا هؤلاء اللي نحتز بيهم هؤلاء اللي نحسهم عام بالوطنية ونحسهم عام بالحب الذات على الوطن المنظمة أعمالها مش هتقصر على مدينة البيضاء بإذن الله تعالى حيولد فروع من المنظمة وتستمر بنفس الألية ونفس المبادئ اللي غمت عليها المنظمة وهو العمل التطوعي من أجل الوطن هؤلاء المتطوعون اختاروا أن يكونوا مثالا لشباب ليبيا الخير الذي يرفض الفوضى ويتطلع لبناء دولة حديثة إيمانا منهم بأن العمل التطوعي يظل أحد أبرز مؤشرة التطور وبه ترتقي الأمم والشعوب كشفت منظمة ميدل إيست آيل بريطانية أن أنواعا من الديناصورات عاشت في ليبيا قبل ملايين السنين مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عظام لهذه الحيوانات في مدينة نالوت سنة الف وتسعمائة وثمان وتسعين وهي الآن موجودة بمتحف الديناصورات بالمدينة ونقلت المنظمة عن أحد موظفي متحف الديناصورات بنالوت قوله إن العظام تعود لديناصور يزن ثمانية أطنان ويصل طوله إلى خمسة عشر متر مضيفا أن عمليات التنقيب كشفت أيضا عن متحجرات لأنواع من الأشجار والتماسيح وأسماك القرش وأشارت ميدل إيست آيل إلى أن مدينة نالوت تزخر بموروث أمازيغي كبير يبرز مدى عراقة هذه المدينة ومحافظتها على عادات الأجداد وتقاليدهم إلى العنوين شورى ثوار بنغازي يعلن مقتل أحد عناصر قوات حفتر بعد قنصه في محور الحي الجامعي وطيران الكرامة يقصف محوري الليثي والصابري محل سرط يقول إن طائرة استطلاع يرجح أن تكون تابعة لحلف شمال الأطلس تحلق فوق منطقتين السبع والظهير ويؤكد أن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بحج قواته في المدينة الاتحاد الأوروبي يعرف عن استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني بمائة مليون يورو لتقديم الخدمات للشعب الليبي ورنزي يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لليبيا قبل تحولها إلى حالة ضارئة ختم النشرة ألقاكم على رأس الساعة في برنامج ستون دمت في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة